بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد أعزائي طلبة الصف العاشر أهلا وسلم فيكم سوف نتناول اليوم مراجعة للفترة الأولى ولكن بعد الفاصل أهلا بكم أعزائي طلبة من جديد سوف نقوم اليوم بعمل مراجعة لما سبق دراسته لتغطية الفترة الأولى أعزائي طلبة كما تشاهدون معي على الشاشة هذا هو الجدول الدوري وقم بتصنيف العناصر في مجموعات رأسية وترتيبها أيضا في صفوف أفقية هي الدورات وأطلق على هذا الجدول اسم الجدول الدوري الحديث ولكن تعرفنا فيما سبق على خواص هذا الجدول وخواص هذه العناصر في هذا الجدول كما تشاهدون معني في الصف الأفقي بزيادة العدد الذري سبق وذكرنا أنه كلما تدرجنا في الجدول الدوري أفقيا في الدورة الواحدة فأن نصف القطر يقل نصف القطر يقل يعني أن الحجم الذري يقل عزيزي الطالب أيضا بالتالي يؤدي ذلك عندما يقل حجم الذري يؤدي ذلك أن النواق وقوة جدبها لإلكترون المستوى الخارجي سوف يزداد تنقلنا مرة أخرى إلى طاقة التأيون أول خاصة من الخواص أو ثاني خاصة من الخواص الجدول الدوري هي طاقة التأيون طاقة التأيون ما هي؟ طاقة التأيون هي الطاقة اللازمة لفصل أضعف الإلكترونات ارتباطا بالذرة وهي في الحالة الغازية نريد أن نعرف ماذا يحدث لطاقة التأيون طاقة الفصل هذه أو طاقة اللازمة لفصل أضعف الإلكترونان خلال الدورة الواحدة بما أن قوة الجدب زادت إذن ارتباط النواق بإلكترون المستوى الخارجي سوف يزداد مما يؤدي أن صعوبة فصل الإلكترون إذن الغازات النبيلة يصعب فصل الإلكترون وينعدم بالتالي عندها طاقة التأيون أو طاقة اللازمة لها تكون كبيرة جدا أيضا الغازات النبيلة لأنها تقع في نهاية الدورة مثلا في الدورة الثانية أو الدورة الثالثة وهكذا إذن في الدورة الواحدة تزداد الطاقة اللازمة لفصل أضعف الإلكترونات ارتباطا بالذرة وهي في الحالة الغازية وهو ما يعرف بتعريف طاقة التأيون بعد ذلك نريد أن نتناول موضوع اسم الميل الإلكتروني تراولت معي موضوع الميل الإلكتروني ما هو الميل الإلكتروني؟ هي طاقة منطلقة من الذرة نتيجة اكتسابها إلكترون وهي في الحالة الغازية يا ترى ماذا يحدث لهذه الطاقة المنطلقة؟ قلنا أن قوة الجذب في الدورة الواحدة سوف تزداد إذن الذرة التي لا تميل إلى الفقد ماذا تفعل؟ تميل إلى اكتساب إذن الهالوجينات يقعون في نهاية الدورة قلنا أن لهم طاقة تأيون كبيرة إذن ليس لهم قدرة على أن يفقدون إلكترونات إذن السلوك الآخر سوف يكون اكتساب إلكترونات بالتالي يصبح لهم ميل إلكتروني مرتفع أيضا الغازات النبيلة ينعدم لها الميل الإلكتروني لماذا؟ لأن أيضا مستواها الخارجي ممتلئ وهي مستقرة إلكترونية فليست في حاجة إلى اكتساب أو فقد إلكترونات إذن استقرار نظام إلكتروني يعني عدم الميل الإلكتروني لغازات النبيلة بعد ذلك تطرقنا إلى موضوع اسمه السالبية الكهربائية ما هي السالبية الكهربائية؟ عندما تدخل الذرات في الارتباط بعضها مع بعض تميل إلى ماذا عزيز الطالب؟ تميل إلى جذب إلكترونات طب أيهما يجذب إلكتروناته أكبر؟ إلكترونات الرابطة أو الترابط فيما بينهما أكبر الذرة التي لها سالبية كهربائية أكبر لها القدرة على مجذب إلكترونات الترابط باتجاهها بدرجة أكبر إذن يدل ذلك على أن كلما تدرجنا في الدورة الواحدة في الصف الأفق الواحد سوف تزداد السالبية الكهربائية يعني مقدرة الذرة على جذب إلكترونات الترابط من ذرة أخرى مرتبطة معها برابطة كيميائية أيضا نريد أن نتطرق على مفهوم اسمه الحجم الآيوني ما هو الحجم الآيوني يا ترى؟ الحجم الآيوني يعني الذرة عندما تفقد إلكترون أو تتحول إلى إيون موجب وعندما تكتسب إلكترون تتحول إلى إيون سالب في الفلزات عندما تفقد إلكترون تتحول إلى إيون موجب يسمى كاتيون وفي اللافل الزات تكتمي للاكتساب إلكترونات وتسمى وتكون ما يعرف بالأنيون ماذا يحدث للحجم الأيوني في الدورة الواحدة؟ الحجم الأيوني في الدورة الواحدة تدريجيا يقل نلاحظ معا في المجموعة الواحدة عزيز الطالب ماذا يحدث يترى في المجموعة الواحدة؟ في المجموعة الواحدة كلما تدرجنا يزداد العدد الذري ويزداد عدد مستويات الطاقة التي يملأ بها الإلكترون بالتالي يزيد الحجم الذري ويزيد نصف القطر إذن كلما زادت المسافة ماذا يحدث لقوة جذب النواء لهذا الإلكترون المستوى الخارجي؟ سوف تقل قوة جذب النواء لمستوى الخارجي طب عندما تقل قوة الجذب ماذا يحدث؟ إذن بحرية أي طاقة قليلة ممكن هذه الذرة أن تفقد إلكترونها إذن طاقة التأيون سوف تقل الطاقة اللازمة لفصل الإلكترون سوف يقل بالتالي طيب والميل الإلكتروني طب عندما الذرة تميل إلى أن تفقد هل تميل إلى أن تكتسب؟ إذن تقل أيضا طاقة الميل الإلكتروني وماذا يحدث للسالبية الكهربائية؟ أيضا تكون الذرات ليس لها القدرة على جذب إلكترونات الترابط من ذرة أخرى مرتبطة معها برابطة أي أن السالبية الكهربائية سوف تقل وأيضا الحجم الأيوني أن الحجم الأيوني يبدأ يزداد كلما تدرجنا في المجموعة الواحدة هذا بصورة عامة تلخيص لما سبق مروره في الحصص السابقة من خواص الجدوى الدوري وعناصر في الجدوى الدوري لا ننسى عجزة الطالب أن نحفظ الأعداد الذرية وأسماء العناصر ورموج العناصر وتفرق بين أسماء العناصر وأنواعها وكما سبق وذكرناها في الحلقات السابقة سوف نقوم الآن باستعراض نموذج اختبار للفترة الأولى السؤال الأول ما هي أو اكتبي بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الدال عليه كل من العبارات التالية ما هي المنطقة الفراغية حول النواة يكون فيها أكبر احتمالي لوجود الإلكترون هي الفلك الذري ما هي العناصر تشغل الجزء الأيمن من الجدوى الدوري وتتميز بضعف توصيلها للتيار الكهربائي هي اللافل الزات عناصر تمتلئ فيها تحت المستويات الخارجية الاس والبي جزئيا بالإلكترونات وتسمى عادة بعناصر المجموعة اي ما هي هذه العناصر عزيز الطالب هي العناصر المثالية ميل ذرات العناصر لجذب إلكترونات عندما ترتبط بعضها مع بعض برابطة كيميائية تسمى بالسالبية الكهربائية السؤال الأول يشمل جزئين ألف هو عبارة عن إكمال فراغ ما هي عدد الأفلاك المستوى الرئيسي الثالث كم فلك يا ترى في المستوى الرئيسي الثالث مستوى الرئيسي الثالث يدينا فيه S ويحتوي على فلك واحد والP ويحتوي على ثلاثة أفلاك في مجموعهما أربعة وخمسة أفلاك في تحت المستوى D إذن مجموعة الأفلاك تسعة العنصر الذي ينتج ترتيب الإلكتروني بـ 3S2 و 3P5 في الجدول الدوري ما هو هذا العنصر يا ترى في أي مجموعة يقع يجب أن لا يقوم بجمع عدد الإلكترونات الموجودة في آخر مستوى وزع بالإلكترون مجموعة الإلكترونات سوف تكون السبعة إذن هي مجموعة الهالوجينات نريد اسم المجموعة وليس رقم المجموعة المجموعة السابعة وتسمى بالهالوجينات نصف القطر الأيوني للإلكترون ما علاقته يا ترى بذرة الكلور هل هو أكبر أم أصغر؟ أكبر إذن نصف القطر سوف يكون أكبر للعنصر الأيوني للكلور من نصف قطر ذرته مستعيدا بالرسم البياني التالي يوضح العلاقة إذن هذه نوعية جديدة من الأسئلة قدرت راح عندنا رسم بياني يجب دراسة هذا الرسم البياني جيدا وثم الإجابة ما هو المطلوب هذه عناصر الدورة الثالثة سوديوم مغنيسيوم ألمنيوم سيليكون فوسفور والكبريت والكلور منتبة ترتيبا تصاعديا حسب العداد الذرية ولكن لم يذكر في هذا السؤال العداد الذرية ونلاحظ هناك طاقة تأيون هناك سالبية يدل على أن في الدورة الواحدة تزيد طاقة التأيون وتزيد السالبية في الدورة الواحدة لهذه العناصر ولكن ننظر للسؤال السؤال يقول أن طاقة التأيون لعناصر الدورة الثالثة فإن العنصر الذي له أكبر نصف قطر إذن السؤال ليس له علاقة بطاقة التأيون ولا بالسالبية له علاقة بماذا بنصف القطر ما علاقة نصف القطر في الدورة الواحدة أيهما سوف يكون له أكبر نصف قطر قلنا في الدورة الواحدة يقل نصف القطر إذن بداية الدولة سوف يكون أكبر نصف قطر من هو البداية؟ ذرة الصوديوم سؤال ثاني يظل للمربع المناسب للإجابة الصحيحة طبعا سؤال الأول يقول عدد الإلكترونات الغير مزدوجة في ذرة العنصر لسيكانديوم 21 إذن يجب أن نقوم بترتيب الإلكترونات ترتيباً إلكترونياً ونلاحظ عدد الإلكترونات ونرسم الأفلاك ثم نعرف كم عدد الإلكترونات الفردية الغير مزدوجة في السيكانديوم اختر الإجابة الصحيحة من خلال تضليل المربع المقابل يقول السؤال عدد الإلكترونات الغير مزدوجة في عنصر السيكانديوم إذن يجب الترتيب الإلكتروني للسيكانديوم 21 ينتهي بـ 3D1 نرسم الأفلاك ثم نلاحظ أنه في 3D1 خمسة أفلاك تملأ طبعاً أول حجرة من تحت المستوى أو تحت الفلك الـ D بإلكترون واحد إذن عدد الإلكترونات المفردة سوف تكون إلكترون واحد الرمز الكيميائي للعنصر الذي ينتهي ترتيب الإلكتروني بهذا الترتيب النيون وـ 3S2 وـ 3P2 إذن النيون 10 ونضيف إليها 14 ما هو العنصر عدده الذري 14 ترى عزيز الطالب؟ هو السيليكون شبه الفلز الذي يستخدم في ثناعة الشراح الرقيقة في أجلة الكمبيوتر وخلايا الشمسية هو الجرمانيوم العنصر الذي له أكبر جهتأي من عناصر الدورة الثانية إذن جميع العناصر المكتوبة أمامي عزيز الطالب هي في الدورة الثانية أولا يجب ترتيب هذه العناصر أبدأ بليثيوم ثم بعد ذلك الكربون ثم النيون حتى أقوم بدراسة ماذا يحدث لجهد التأيون في الدورة الواحدة قلنا في الدورة الواحدة يقل نصف القطر إذن يزيد جهد التأيون إذن يجب أن أختار آخر عنصر يقع في الدورة الثانية من هو هذا العنصر؟ هو النيون إذن نصف القطر للنيون هو الأصغر وبالتالي جهد التأيون الطاقة اللازمة لفصل الإلكترونات تكون أكبر ما يمكن في الغازات النبيلة ثانيا الأسئلة المقالية سؤالي علل لما يأتي تعليلا علميا صحيحا يقل الحجم الذري كلما تحركنا من اليسار إلى اليمين في الدورة الواحدة في الجدول الدوري إذن لماذا يقل نصف القطر؟ الحجم الذري متبط بنصف القطر عزيز الطالب لماذا يقل؟ طبعا لأن هناك شحنة النواة سوف تزداد وبالتالي قوة جذب النواة لإلكترون المستوى الخارجي سوف تزداد مما تقل المسافة أي تزيد قوة الجذب وبالتالي يقل الحجم الذري ممكن الإجابة بأسلوب مناسب ويجب ذكر الأساسيات في هذا الجواب بالذات في إجابة التعليلات لا تجد هناك إجابة نموذجية يجب التزام فيها ولكن الأساسيات عزيز الطالب يجب أن تذكر في الإجابة أن كلما تدرجنا بزيادة عدد الذري في الدورة الواحدة ماذا يحدث لشحنة النواة سوف تزداد بالتالي تزداد قدرتها على جذب الإلكترونات المستوى الخارجي مما يقلل من نصف القطر لماذا الميل الإلكتروني ذرة الفلور أقل من الميل الإلكتروني ذرة الكلور على الرغم من صغر قطر الفلور الفلور أصغر نصف قطر ولكن لماذا الميل الإلكتروني للفلور أقل هناك إلكترون مضاف هناك إلكترون سوف أضيفه في الميل الإلكتروني يعني ميل الذرة لكسب إلكترون إذن هناك إلكترون سوف يضاف هذا الإلكترون سوف يتنافر مع الإلكترونات الموجودة في ذرة الفلور بذرة جن أكبر وبالتالي هذا التنافر مع التسعة الموجودين مما يجعل الميل يكون أقل أما الآن ننتقل عزيز الطالب إلى نوع آخر من أسئلة المقالية هي ما المقصود ما المقصود بكل من 3D5 يعني أن في المستوى الرئيس الثالث في تحت المستوى D يوجد به خمسة إلكترونات أو توجد خمسة إلكترونات في تحت المستوى D في المستوى الرئيسي الثالث إذن الإجابة ممكن تذكر بالصورتين إذن يوجد في أفلاك تحت المستوى D خمسة إلكترونات ما المقصود بطاقة التأيون؟ هي الطاقة اللازمة للتغلب على جذب الشحنة النواة ونزع الإلكترون من الذرة وهي في الحالة الغازية إذن هذا يعتمد على حفظ التعاريف الموجودة والوردة في كتاب الطالب سؤالي الآن قارن مقارنة مقارنة بين العناصر الانتقالية والعناصر الانتقالية الداخلية من حيث آخر تحت مستوى آخر تحت مستوى تمتلأ فيه العناصر الانتقالية الداخلية تنتهي بتحت المستوى D بينما العناصر الانتقالية الداخلية تنتهي بتحت المستوى F ولو نسترجع مع بعض هي الفور F والفايف F اللانثانيدات والأكتانيدات سبق وذكرناها في حلقات سابق وجر مقارنة الآن بين تحت المستوى S وتحت المستوى P من حيث ماذا؟ من حيث قيم عدد الكم المغناطيسي ML إذن تكون تحت المستوى S فقط طاقته بصفر هذا تكمل مغناطيسي له بينما تحت المستوى P لديه ثلاثة أفلاك إذن هي سالب واحد وصفر وموجب واحد وجه المقارنة الثالث بين من؟ بين الفوسفور 15 وبين السيكانديوم 21 ما هو السؤال؟ نوع العنصر هل هو فلز؟ هل هو لا فلز؟ أم هو شبه فلز؟ الفوسفور من اللافلزات بينما السيكانديوم من الفلزات سؤالي الرابع لدينا عناصر افتراضية عزيزة الطالب ولها ترتيب إلكتروني وكما ذكرنا أن الترتيب إلكتروني قد يعطى لي حسب الأفلاك حسب تحت المستويات أو لأقرب غاز نبيل هنا أعطاني تحت أقرب غاز نبيل للعنصر X وأيضا للعنصر Y ينتهي بـ 4S2 وللعنصر X ينتهي بـ 3P6 والعنصر Y بـ 3S2 والعنصر Z بـ Neon وـ 3S2 وـ 3P5 المطلوب نريد اسم العنصر هناك فرق بين الاسم والرمز الاسم هو من هو؟ بيترا X هو الأرغون طبعا نتعرف عليه من خلال الترتيب الإلكتروني نقوم بجمع عدد الإلكترونيات الموجودة في تحت المستويات يطلع مجموعهم عشرة عفوا يطلع مجموعهم 18 وبالتالي هو الأرغون العنصر Y ينتهي بـ 4S2 وما قبله إذن نضيف الـ 1S2 2S2 2P6 هذه عشرة إلكترونيات ثم ندخل فيه 4S2 إذن من هو هذا العنصر؟ هو الكالسيوم الكالسيوم عدده الضري 20 فالمجموع سوف يصبح 20 إذن نبدأ من 4S2 أن ننتهي نقمة النهاية ونعود فيما قبله قبله سوف يكون ماذا؟ نرتب الإلكترونيات إلى أن نصل إلى 4S2 أما رمز العنصر ما هو رمز العنصر؟ رمز العنصر للز هو أيضاً لكلور إذن من خلال ترتيب الإلكتروني النيون 10 يضاف إليها 7 مجموعهما 17 إذن رمز العنصر وليس اسمه هو CL موقع العنصر Y دائماً الموقع من حيث المجموعة ومن حيث الدورة نشاهد هناك سؤال من حيث المجموعة يريد فقط موقع العنصر من حيث المجموعة العنصر Y هو 4S2 ينتهي بالـ 4S2 إذن يقع وين؟ في أي مجموعة؟ يقع في المجموعة الثانية لأنه ينتهي بـ إلكترونين وإلكترونين هو مجموعة الإلكترونات الموجودة في آخر مستوى بوزع أو ترتب فيه الإلكترون هو يساوي رقم المجموعة رقم الدورة للعنصرين X و Y على الترتيب إذن نريد رقم الدورة رقم الدورة إذن أيضاً تحديد موقع العنصر ولكن بصورة مختلفة الآن نريد رقم الدورة نذهب للعنصر X العنصر X ينتهي ترتيبه بـ 3S2 وـ 3P6 إذن هو يقع في أي دورة؟ يقع في الدورة الثالثة بينما العنصر Y ينتهي بماذا؟ بالـ 4S2 إذن يقع في الدورة الرابعة إذن على الترتيب الثالثة ثم الرابعة السؤال الرابع نصف قطر ذرة العنصر Y عنصر Y هو الكالسيوم ما علاقة ذرة الكالسيوم المتعادلة مع نصف قطرها نصف القطر عندما نفقد الإلكترونين فنصف القطر للأيون سوف يكون أصغر بالتالي الذرة تكون أكبر العنصر الفلزي ما بين العنصرين؟ العنصر Y والعنصر Z إذن يجب التعرف أولا على العنصرين من هما Y ومن هو Z؟ الـ Y هو الكالسيوم والZ كما ذكرنا هو الكلور أيهما سوف يكون فلز؟ هل هو الكالسيوم أم الكلور؟ الإجابة الكالسيوم وهو Z العنصر الفلزي القلوي الأرضي من العناصر السابقة فلزات القلوية الأرضية تقع في المجموعة الثانية من هو العنصر يقع في المجموعة الثانية؟ وفق لترتيبه هو الفور S2 إذن من هو؟ هو العنصر Y الميل الإلكتروني للعنصر Z من الميل الإلكتروني للعنصر Y أيهما يميل إلى جذب إلكترونات أو ينطلق منه قدر من الطاقة عندما يكتسب إلكترون؟ إذن له القدرة على اكتساب إلكترون هل هو الـ Y وهو الكلور أم هو الزد؟ نريد أن نقارن الميل الإلكتروني طبعا العنصر Z من الميل الإلكتروني للعنصر Y الـ Y هو الكالسيوم بينما الزد هو الكلور إذن الكلور من الهالوجينات تمتاز بارتفاع ميلها الإلكتروني طاقة التأيون للعنصر X وطاقة التأيون للعنصر Z نريد أيضا أن نقارن بينهما الـ X من هو الـ X يا ترى؟ الـ X هو الأركون طاقة التأيون طاقة لازمة لفصل الإلكترونات للغازات النبيلة طبعا تكون أكبر من جميع العناصر نستكمل معنا عزيز الطالب نموذج آخر للأسئلة السؤال الأول يقول أيضا اكتبي أو اكتب بين القوسين الاسم المصطلح العلمي الدال عليه كل من العبارات السابقة أو التالية المنطقة الفراغية التي حول النواة التي احتمال تواجد الإلكترون فيها هي الفلك الذري كما ذكرنا مسبقا وعدد الكم الذي يحدد عدد الأفلاك وفي تحت المستويات والتجاية في الفراغ حول النواة هو عدد الكم المغناطيسي نصف المسافة بين نواتي ذرتين متماثلتين هو ما يعرف به نصف القطر الذري وعنصر أو عناصر من الجدوى الدولي تمتلئ تحت المستويات الخارجية فيها بالـ S والـ P من هي هذه العناصر؟ هي الغازات النبيلة مكتمل فيها تحت المستوى S و P السؤال الآخر املأ الفراغات في الجمل وعبارات التالية بما يناسبها سؤال الفراغ الأول عدد الإلكترونات المفردة لعنصر عدد بروتوناتا يعني العدد الذري لأننا معروف أن العدد الذري هو عدد البروتونات الموجودة داخل النواة والتي تساوي عدد الإلكترونات عندما تكون الذرة متعادلة إذن عدد الذري يكون ثمانية من هو هذا الإلكترون أو ما هي هذه الذرة؟ وبالتالي كم عدد إلكترون مفرد موجود في هذه الذرة؟ طبعا إلكترونان نقوم بكتابة الترتيب الإلكتروني ثم نقوم برسم الأفلاك ونقوم بترتيب الإلكترونات داخل الأفلاك أولا فرادة تملأ ثم بعد ذلك يحدث تتزاوج إلى أن ننتهي أن هناك فلك يحتوي على أو فلكين يحتوين على إلكترونان منفردان تحت المستوى F يحتوي على كم فلك يا ترى؟ طبعا على سبعة أفلاك رتبة العناصر في جدول مندليف جدول العالم لوتر ماير رتبه حسب العداد الذرية تتبع تصاعديا ولكن جدول مندليف تتبع حسب الزيادة في الكتلة الذرية إذا فقدت الذرة إلكترون فقدت الذرة إلكترون الذرة متعادلة عدد إلكتروناتها تساوي عدد بروتوناتها داخل النواء طبعا إذا خسرت أحد الإلكترونات تصبح موجبة الشحنة فتسمى بيكاتيون أو أيون موجب سؤالي الثاني ظل للإجابة الصحيحة فيما يلي السؤال الأول العالم الذي وضع نظرية عن تركيب الذرة من هو العالم تكلم عن تركيب الذرة نظرية هو العالم دالتون أحد العناصر التالي يعتبر عنصرا انتقاليا من هو العنصر الذي يكون انتقاليا ترى العناصر انتقالية من بعد الواحد وعشرين إذن الاحتمال الوحيد للإجابة هو الحديد ستة وعشرين أقصى عدد الإلكترونات عدد الإلكترونات تتسع لها تحت المستوى الرئيسي الخامس أقصى عدد الإلكترونات في المستوى الخامس تكون 32 إلكترون الرمز الكيميائي للغاز النبيل يقع في الدورة الثانية هل الكربون غاز نبيل أم السيليكون أم الناتروجين أم النيون الغازات النبيلة تحفظ هي الهيليوم والنيون والأرغون والكريبتون إذن هو النيون ثانيا الأسئلة المقالية يبدأ بسؤال لما يلي السؤال الأول يختلف الإلكترون الفعلي لدرة الكروم ترتيب الإلكتروني لدرة الكروم يختلف الفعلي عن الترتيب الحقيقي الذي موجود لدرة الكروم لماذا يا ترى لأن عنصر الكروم ينتهي ترتيبه بـ 3S4 و3S2 إذن يجب أن تكون تحت المستوى D أكثر استقرارا إما أن يكون ممتلئ أو نصف ممتلئ ينتقل الإلكترون من الـ 4S2 إلى الـ 3D ويصبح 5 إذن ترتيب الإلكتروني سوف يصبح 3D5 بدلا من 3D4 حتى يصبح تحت المستوى D أكثر استقرارا الأيونات السالبة تكون دائما أكبر حجما من ذراتها المتعادلة لماذا؟ لماذا عندما تكتسب الذرة إلكترون وهي في الحالة الغازية تتحول إلى أيوان سالب أيواناتها يعني أيوانات سالب يكون حجمه الذري أو نصف قطره أكبر هناك قوة جذب لشحنة النواة لهذا الإلكترون تصبح أقل لزيادة هذه الإلكترونات إذن هناك شحنة داخل النواة هناك عدد ثابت داخل النواة وبالتالي هناك إلكترون سوف يضاف أيضا إضافة إلى ذلك هناك تنافر يحدث بين الإلكترون المضاف وبين الإلكترونات الموجودة في المستوى الخارجي مما يزيد من الحجم الذري ما المقصود بقاعدة هوند؟ قاعدة هوند تنص على أن الإلكترونات تملك أفلاك تحت المستوى الطاقة الواحد كل واحدة بمفردها تجاه الغزل نفسه ثم تبدأ بالازدواج في الأفلاك تبعا لاتجاه غزل معاكس إذن نملأ الإلكترونات فرادة في اتجاه غزل واحد ثم بعد ذلك يحدث تزاوج في اتجاه المعاكس ما المقصود بالسالبية الكهربائية؟ سبق وذكرناها أن السالبية هي من ذرات العناصر جذب الإلكترونات عندما ترتبط من ذرات أخرى إذن هي قوة التجاذب أو القدرة على جذب الإلكترونات الترابط من ذرة أخرى أنا مرتبطة معها برابطة كيميائية والآن مع السؤال الرابع السؤال الرابع عبارة عن عناصر افتراضية أيضا وترتيبها الإلكتروني موضح أسفلها والمطلوب الإجابة على اسم العنصر X هو ترتيبه الإلكتروني طبعا هيليوم إلكترونين و 2S1 إذن مجموعهم ثلاث إلكترونات من هو العنصر؟ اسمه الذي ترتيبه الإلكتروني ثلاث إلكترونات عزيز الطالب هو عنصر الليثيوم العنصر Y عشرة ترتيب الإلكتروني للنيون و 3S1 إذن مجموعهما 11 إذن ما هو العنصر الذي 11 هو سوديوم؟ Z الآرغون 18 و 4S1 أصبح مجموعهم 19 من هو العنصر ترتيب الإلكتروني 19؟ هو البوتاسيوم إذن الاسم يختلف عن شيء اسمه الرمز الآن مطلوب مني في السؤال الثاني رمز العنصر ما هو رمز العنصر الليثيوم؟ هو ال-I والسوديوم هو ال-N-A والبوتاسيوم هو الكي وليس ال-P موقع العنصر من حيث الدورة والمجموعة وفقا لترتيب الإلكتروني ال-X ينتهي في 2S1 إذن هو يقع في الدورة الثانية و مجموع الإلكترونات في آخر مستوى وزعة هو واحد إذن يقع في المجموعة الأولى والدورة الثانية لاحظ أنني وضعت رمز A حتى يبين هذا العنصر عنصر المثالية وليس من العناصر الانتقالية لأنه ينتهي ترتيب الإلكتروني بتحت المستوى S إذن يأخذ رمز ال-A ال-Y أين يقع العنصر Y؟ ينتهي بـ 3S1 إذن هو يقع في الدورة الثالثة والمجموعة الأولى العنصر Z البوتاسيوم يا ترى أين يقع البوتاسيوم؟ ينتهي بالـ 4S1 إذن هو في الدورة الرابعة وفي المجموعة الأولى وأيضا جميعهم أخذوا عناصر أو رمز ال-A لأنهم جميعهم عناصر مثالية السؤال الآن يطرح على الجدول استكمالا لهذا الجدول والعناصر الافتراضية من هو أو نصف قطر ذرة الكي اللي هي البوتاسيوم؟ ما علاقتها بنصف قطر الأيون لها الكي بلس؟ إذن فقدت الذرة وهي متعادلة الإلكترون ما العلاقة بين نصف قطرها الأصلي وهي متعادلة وبين الذرة عندما تفقد تتحول إلى أيهن موجب إذن هو أكبر نوع العنصر X هل هو فلز أم لا فلز؟ نعود إلى الجدول نرى من هو الأكس؟ الأكس هو الليثيوم هل هو فلز أم لا فلز؟ الأكس طبعا فلز وهو الليثيوم يقع في المجموعة الأولى نوع العنصر Y نوع العنصر Y هل هو مثالي أم انتقالي؟ الإجابة من حيث موقع العنصر في المجموعة وضعنا رمز A وكما ذكرت أن رمز N يأخذه العناصر المثالية أكبر العناصر ميل إلكتروني من هو أكبر العناصر ميل إلكتروني؟ من العناصر الثلاثة السابقة هل هو العنصر X ال Y أو Z نعود مرة أخرى إلى الجدول X أم Y أم Z هل هو الليثيوم أم السوديوم أم البوتاسيوم؟ أكبر العناصر ميل الميل الإلكتروني كلما تدرجنا في الدورة الواحدة ماذا يحدث للميل الإلكتروني في الدورة الواحدة؟ طبعاً سوف يزيد الميل الإلكتروني وبالتالي X لها أكبر ميل إلكتروني في الدورة الواحدة طبعاً هم لا يقعون في دورة واحدة طبعاً لأنه الليثيوم في الدورة الأولى عفواً الثانية ولماء السوديو في الدورة الثالثة إذن بناء على رسمة المستويات وتحت المستويات يجب معرفة أيهما يكون أقل نسقطر إذن هو أكبر ميل إلكتروني أقل العناصر جهت أي من عناصرها السابقة أيهما طبعاً رح يكون العنصر Z19 إلى هنا عزيز الطالب وصلت إلى نهاية حلقتي لهذا اليوم أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر